عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس المجلس وبعد مناقشات طويلة شهدت تباينا في الأراء وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون بشأن سندات التنمية بشأن رفع سقف الدين العام جدل وتباين في الأراء خيما على أجواء جلسة النواب العاشرة عند مناقشة مرسوم قانون سندات التنمية بشأن رفع الدين العام إلى عشرة مليارات أنا طبعا كنت من ضمن الموافقين على هذا المشروع وأعتقد أن تمريره هو ضمان لكي يكون هناك تدفقات مالية تستطيع الحكومة من خلالها أن تحقق المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والله في الحقيقة أنا مع رفع سقف الدين العام لمواجهة الأزمات التي تمر بها البحرين وتمر بها المنطقة الآن المنطقة تمر بوقت حساس ووقت خطير منها مكافحة الأرهاب والحرب في اليمن مجلس النواب كان قد حدد سابقا سقف الدين العام لمملكة البحرين ب60% من الناتج المحلي عمليا بتجاوز 60% عمليا بتجاوز 60% بس على الحكومة أن إيجاد إرادات أخرى غير النفط لسد العجز في الميزانية ونزول المعدل إلى المعدلات العالمية التي هي 60% و65% الحكومة متمثلة بوزارة المالية ترى أن الوضع الاقتصادي الحالي لمملكة البحرين يفرض عليها الاقتراض لسد العجز في الموازنة العامة للدولة رفع سقف الاقتراض العشر مليار ضروري حتى نستطيع تنفيذ المشاريع والبرامج المذكورة ضمن موازنة العامة للدولة ومن المهم جدا أن نحن نواصل الالتزام بتنفيذ هذه الموازنة بالرغم من خفاض أسعار النفط حتى نحافظ على مستوى النمو مستوى التوظيف وكافة الخدمات المتوفرة المجلس أكد أيضا خلال جلسته على ضرورة بيان أسباب العجز في الموازنة العامة للدولة بكل شفافية والحاجة لتنويع مصادر الدخل للخروج من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة ليتقرر بعد ذلك إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى جلسة اليوم وضعتنا بين سندان تدني أسعار النفط ومطرقة المحافظة على مكتسابات المواطن ليبقى الخلاص الأسهل من أزمة اقتصادية قريبة ربما هو الاقتراض الدولي سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين